اهلا بيكو اصدقاء اليوتيوب النهاردة في اخبار قوية عن الـ XRP وعن طبعا دبي طبعا واخبار حلوة قوية جدا من دبي وعن الشيبة عموما على العملات الرقمية وعن عموما على السوق وانهيار السوق النهاردة فياريت خليكم معي لنهاية الفيديو عشان في اخبار مهمة افكركم بدعمكم من القناة بعمل لايك وشير لي الفيديو واشتراك في قناة لحبيتو تفعلوا الجرس عن وصلاك كل جديد وتقرب عيني صندوق الوصف تحت الفيديو وانا معلومة ما بكتبش رقم الواتس بتاعي على اي تعليق وعلى عموما للناس انا ما بكتبش رقم انا بكتب انا ممكن اللي عايزي تواصل معايا عن طريق الفيسبوك فيه جروب على الفيسبوك ممكن تشترك فيه وتتواصل معايا عن طريقه فده مكتوب فيه صندوق الوصف الجروب تاع الفيسبوك تمام نبتدي الفيديو عشان ما طولش عليكم نبتدي الاول خبر خبر عن الـ XRP طبعا زي ما انتم شايفين النهاردة وصل كام XRP طلع النهاردة برضو حاليا وصل دولار طبعا هو نزل عن الدولار فدولار واحد سنت طبعا هو كان نزل النهاردة عن الدولار وارتفع تاني فأنا شايف ان هو زي بقية العملات اللي حصل النهاردة في العملات عبارة عن ناس بتجمع ارباح ناس اللي اشتارت زمان ايما كان البيتكوين كان عدل 64 ألف دولار فلما طلع 67 ألف دولار ابتدوا يبيعوا عشان يحققوا يجمعوا الارباح يعوض الخسارة بتاعته ومع ذلك العملات لما ارتفعت اللي فاتوا دول برضو فيه ناس كانت عايزة تجمع أرباحها فبتدى يحصل بيع جماعية لتكبيع الأرباح فحصل هبوط للسوق وده طبيعي جدا غير بقى شغل الحتان وحتوريكوا على بنفسك والأخبار ان فيه شغل الحتان بترفع الأسعار وبتنازل الأسعار تمام أول من نبتدي عايزين نتكلم على الخبر ده خبر ده بكل المقييس رائع جدا وقوي جدا رغم الحاملة الشرسة التي شنتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت كفيلة بالقضاء على الريبل إلا أن الريبل نجحت في البقاء والصمود ومنذ بداية أزمة الريبل مع الاس اي سي هيئة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ديسمبر الماضي نجحت الريبل في الارتفاع بأكتر من تلتمائة والسابعين في المية من خلال تلك الأزمة ويرهن المضاربون على والخبراء على ارتفاع الريبل وكثير من المحللين على ارتفاع عملة الريبل ستنطلق صوبة مستويات الخمسة دولار بمجرد انتهاء يزمة لجنة البرصات الأمريكية والقضاء تمام لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز لا يزال إيجابيا بل ومتفائلا بشأن معركة معركة وقضية ريبل ضد الاس اي سي زي ما كان بيقولك اس اي سي ضد الريبل هم دولارتي يقولك الريبل ضد الاس اي سي يقول الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز لا تزال المحادثات القانونية بين لجنة الأوراق المالية والبرصات الأمريكية اس اي سي واحدة من أكثر الموضوعات سخونة في عالم التشفير في الواقع اللي قد جعلت هذه الأحداث بالفعل ريبل شقيعة جدا تلك العملة الكبيرة يعني رئيس التنفيذي لكوين بيز بيقول ان الريبل اكس ار بي عملة كبيرة مش صغيرة مش عادية زي ما بعض الناس بتفتكر ان دي عملة ملهاش لازمة يعد برين ارمي سترونج المؤسس المشارك اللي قدامكو دلوقتي على التويتر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز اكس تشينج أحد الأشخاص المشهورين جابية بشأن قضية الريبل يقول ارمي سترونج يبدو ان قضية الريبل تسير بشكل افضل مما كان متوقعا وهو امر مبشر الكثير من متداولي العملة الشهيرة وخاصة في الشرق الاوسط حيث تنتشر الريبل وتحزى بسمعة طيبة وفي الوقت نفسه تدرك الهيئة الوراق المالية والبوسط ان المهاجمة العملات الرقمية امر لا يحزى بشعبية سياسية لانه يضر بالمستهلكين وقال الرئيس التنفيذ لشركة كوين بيز ارمي سترونج ايضا في منشور تويتر انه يشعر ان حالة ريبل تبدو افضل مما كان متوقعا اللي قدامكم على الشاشة الخبر بتاع الريبل وانا متوقع واحد زي ارمي سترونج وكوين بيز يمدحه في الXRP ده علامة كبيرة ان هي جماعة في المستقبل هتطلع وتنطلق انطلاقة قوية جدا وهتبقى تكون تتداول على العملات المنصات تقصد اللي عملت حظر الXRP او اللي منعت تتداول الXRP على منصتها هتتترجحها تاني وتتتدي التعامل مع الXRP تاني وهتنطلق انطلاقة قوية جدا تمام بس محتاجة صبر يا جماعة مننا تمام وثقة محتاجة صبر وثقة ده الخبر ده بتاع الريبل فيه خبر سريع بسطني جدا بقيت سعيد جدا ونرفع قبعة لدبي واهل دبي بسبب الخبر ده الخبر ده قوي بكل المقاييس برضو بيرفع العملات الرقمية وسمعت العملات الرقمية والاستثمار في العملات الرقمية قريبا جدا انا حاسس ان دخول دبي والدولة العربية بالتدريك في العملات الرقمية والاستثمار في العملات الرقمية ده هيخلي موضوع انفراجة هيعمل انفراجها في حكاية في حكاية الاداع والسحب على المنصات في الدول العربية عشان الدول العربية عاملة حظر فيحصل انفراجة قريبة للموضوع ده بسبب دبي او بسبب الدول العربية اللي هتبتدي تخش في موضوع العملات الرقمية تلقى صندوق بيتكوين كيو بي تي سي وهو اداة استثمارية مغلقة مقرها كندا الموافقة التنظيمية من سلطة دبي لخدمات المالية دي اف اس اي ظهر الصندوق في بورسة ناسداك يوم 23 يونيو 2021 واصبح اول صندوق اصول رقمي مدرك في الشرق الاوسط يهدف الصندوق الى تزويد المستثمرين بالتعرض لعملة بيتكوين بي تي سي والتغيرات اليومية في اسعار بيتكوين بالدولار الامريكي بالاضافة لزيادة رأس المال على مدى طويل الصندوق عبارة عن محفظة متنوعة من الاصول الرقمية التي تستثمر في بيتكوين وادوات اسواق المال المقاومة بالدولار الامريكي يشير تقرير صادر عن تريد ارابيا الى ان صندوق البيتكوين الان في وضع يسمح له بادراج ما يصل 200 مليون دولار من الوحدات في ناسداك دبي بعد موافقة سلطة دبي لخدمات المالية دي اف اس اي وهذا يسمح لأول منطق قائم على عملات مشفرة في المنطقة والذي تم ادراجه في المنطقة في منصة منظمة لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسين سيكون صندوق بيتكوين متاحا للمستثمرين من جميع المستويات من البنوك الكبرى الى المتداولين الافراد ده خبر كويس جدا بيدعم المنطقة الرقمية ككل في الوطن العربي ده خبر ده بصراحة اسعدني جدا ارفع قباة لدبي واهل دبي تمام الخبر ده التاني بقى شوفوا الخبر ده بتاع خبر قوي جدا ده برضو يعني انا سعيد جدا لشيبة شيبة طبعا النهاردة طلعت صعود قوي جدا شيبة من يعني وصلت الوقتي عاملة ستة وسبعين واربعة صفار هو كتعدت الثمانية وتمانين اربعة صفار ثمانية وقريبا جدا انا متوقع لو مشت في نفس الوطيرة يا جماعة هتخش ممكن تقرب من السنت وتعدي السنتات تخش بقى تقرب من الدولار لو مشت بنفس السرعة والقوة دي تمام فطبعا كل الاخبار الوكالات الانباء العالمية بتتكلم على شيبة النهاردة يعني شيبة دي بقت يعني حديث المدينة العالم دلوقتي تمام سخب ودقيق شيبة اينو كاد يصل الى حد الذي يطغى على قمة البيتكوين التاريخية وعلى ارتفاعات سوق العملات البديلة وحتى حركة تصحيح العنيفة التي حدثت اليوم ويبدو ان شيبة اينو تسلط طريقا غير الذي يسلكه الاخرين فبينما يتراجع الجميع ترتفع عملة الميم الكلابية الان بقوة دون ان يغرد لها ايرون ماسك ماسك او هو قالع الماسك وحتى تدرجها روبين هود على منصتها الشهير وظهرت دراسة جديدة ان شيبة اينو هي تالت اكتر عملات المشفرة التي تتم تداولها على جوجل في عام 2021 وتتلقى عملة الميم الكلابية شيبة اينو نحو 2.8 مليون عملية بحث في المتوسط شهرين حتى الان في عام 2021 تمام طيب في خبر بصوا الشيبة اينو هنا التويتا دي هتقول لكم بقى الحيتان هما اللي بيرفعوا السوق وبينزلوا السوق عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل في السوق وليه حمام الدم اللي موجود في السوق النهاردة جاني ارباح وشغل حيتان وفقا لتغريدة على صفحة شيبة اينو نيوز يبدو ان حيتان العملات الكلابية عادوا للظهور من جديد في المشهد وفقا للتغريد اشترى احد الحيتان الكبار في شيبة اينو اشترى شيبة اينو بقيمة حوالي 11.5 مليون دولار احد الحيتان واضافت صفحة اخبار شيبة اينو ان العملة لم تشهد تسجيل مثل تلك الصفقات منذ فترة وقالت كمية ضخمة ترسل ترسل الاشارة واضحة ان هذا الحوت يعلم ان هناك شيئا قادم تمام اشترى كمية دي ب11.5 مليون دولار عارف ان هو اكيد عارف ان في حاجة تحصل ومنذ اسابيع شهد التداولات شيبا اينو قيم حوت بشراء كمية ضخمة من الشيبة بحوالي بما يقرب من 44 مليون دولار ده منذ اسابيع لكن في واحد اعلنوا ان هو الايام دي اشترى ب11.5 مليون دولار لما حصل من اسابيع واحد اشترى حوت اشترى ب44 مليون دولار شيبة بعد ذلك بايام قام مجموعة من الحتام بتنفيذ ثلاث صفقات على عملة شيبة بقيمة اجمالية تبلغ نحو 280 مليون عملة شيبة قال دوجلس بومبارس المخطط المالي المعتمد ورئيس بوني فايد ويلس لقناة CNBC ميكت قبل الاستثمار فاي عملة مشفرة من المهمة ان تفهم ما تستثمر فيه والمخاطرة المرتبطة به وليس مجرد الضبيق حوله يعني عملة شيبة انا شايفين عملة شيبة شاكليا عملت ازاي نهرة شاكليين طلعت ازاي طيب عملة شيبة انا مش ضد عملة شيبة انا كنت في الاول بصراحة بقولي ضد عملة شيبة انا ما بنصحش بيه لكن دلوقتي بقول ايه لو جدت لك فرصة انت حابب تشتري في عملة شيبة فيه ناس كتير بتسألني اشتري في شيبة ولا لا انت حابب تشتريها انا ما بشتريهاش ما عنديش عملة شيبة لكن انت حابب تعمل فيها فلوس اعمل فيها فلوس لان فيه ناس فعلا عملوا فيها ارباح هي رخيصة بتخش باي مبلغ بسيط فيها دي سهلة جدا وممكن تعمل فيها ارباح بس الريزك بتاعها اعلى من العملات الاخرى لذلك فيه ناس ما بتنصحش به يعني الريزك بتاعها عالي جدا ففيه عملات الريزك بتاعها قليل كل العملات فيها ريزك بس فيه قليل وفيه عملات الرزق بتاعها عالي شيبة من العملات اللي فيها الرزق عالي جدا عايز تاخد المغامرة غامر بس خليك حريص ان انت بقى ما تنامش يعني اول ما السعر تحقق لك ربح بيع ما تطمعش او ترمي مبلغ وتسيبه بقى يا خابت يا خابت يا اما خسرته كله ونزل السعر بقى واطي جدا فراحرت عليك المكسب ممكن ما تحققش فيه مكسب خالص وهي اما صابت معك يا خابت يا صابت لو صابت معك ممكن تحقق لك مبلغ يعني ممكن تشتري بمية دولار ويعمل لك عشر تلاف دولار تمام فيعني عايز اقول لك عايز اقول لكم اقول لك يعني فيه لان فيه بنات كتير بتادي يخش في موضوع الكريبتو وده حاجة بتسعدني جدا وتشرفنا جدا اقول لكم ان اللي عايز يخش في العملات الرقمية وبيغامر وحابب يخش في الشيبة يخش اللي حابب دي مش نصيحة انا بقول رائي والقرار قرارك تشتري عايز تشتري تشتريها مش عايز تشتريها ما تشتريهاش بس فيه ناس عملت ربح منها فانا مش ضد الشيبة تمام انا لو جات لي فرصة اشتري فيها اشتري فيها لو حاسس ان انا عايز اشتري واعمل فيها فلوس تمام طبعا الاخبار اللي عندي بالنسبة للعملات الرقمية والصعود والنزول بتاع العملات الرقمية ككل النهاردة خبر بتاع شيبة باين لنا ان فيه احتان بيلعبه في السوق سواء بالطلوع او الهبوط بتاع السعر فباين عندنا ان شغل احتان اللي بيحصل الايام دي زائد ان فيه بيع وجاني ارباح فده بيحصل بيخلي السوق ينزل ودي فرصة بتكون فرصة للناس تخش جديد في السوق لو اي واحد سمع عن العملات الرقمية وما الحقش يشتري في الفترة اللي فاتت دي وحصل صعود في السعر دلوقتي فرصة في هبوط السعر ان انت تخش في العملات الرقمية وتبتدي فيها عملات بسيطة بمبلغ بسيط ما تغمرش على طول بمبلغ كبير فدي فرصة انا بشوف فرصة الهبوط او النيار السوق دي فرصة لدخول السوق وانا متوقع ان هو هينزل ويطلع ينزل ويطلع مش هيطلع قوي على طول مرة واحدة ومش هينزل قوي نزول قوي فانا شايف ان هو لسه غاية دلوقتي فيه فرصة للاستثمار تمام والسوق مالوش امان انا بقول وجهة نظر تمام والخبر بتاع الاكسر ار بي طبعا ده بيدعمه الاكسر ار بي انا شايف ده خبر قوي جدا حينطلق العملة عملة الاكسر ار بي حتى انطلق انطلاقة قوية جدا اول ماضية يتخذ فيها قرار وخبر دبي طبعا ده بيدعم عملة الرقمية في الشرق الاوسط وان شاء الله انفراجة قريبة ويرفع الحظر عن البورصات والمنصات بتاعة العملة الرقمية اشكركم يا جماعة وانا اسف انها طولت عليكم والف مبروك لحقا والارباح اليومين اللي فاتوا وفي الشيبة كمان والف مبروك والى اللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة